الآن إلى أهم ما جاء في الصحفة الرياضية المحلية لنهار اليوم والبداية مع الشباك والتي عنوانت في صفحتها الأولى لما جاء على لسان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هذا رأيه في استقدامات الريال حيث انتقد رونالدو بطريقة غير مباشرة سياسة رئيس النادي فلورنتينو بيراز حيث أكد بأنه لو كان مكانه لكانت سياسة الانتقالات مختلفة وذلك عندما سئل عن صفقات الانتقال التي أبرمها النادي مؤخرا وأضاف رونالدو بأنه لو كان مسؤولا عن النادي الملكي لن يتصرف بطريقة التي تجري عليها الأمور حاليا وفي خبر آخر كتبت تاشيباك أن جماهير نادي أرسنال الإنجليزي يطلبون برحيل مدرب النادي أرسين فينجر حيث كانوا في قمة الغضب في آخر أيام الميركاتو خاصة أن مردود المدفعجية لم يرضيهم في آخر ثلاث مباريات وقد طالبت الجماهير بجلب مهاجم كبير ولعب خط وسط جديد لكن تلميحات فينجر بعدم القيام بصفقات جديدة أغضبتهم وطالبوا بمدرب جديد أما يومية كومبيتيسيون ناطقة بالفرنسية كتبت بأن الدولي الجزائري فؤاد قدير الذي انضم مؤخرا إلى نادي ريال بيتيس الناشط في الدرجة الثانية الإسبانية قادما من أولمبيك مارسيليا يتمنى أن يلعب مدة طويلة في ناديها الجديد حيث قال اللاعب الذي بدأ التدريبات أمس مع النادي الإسباني بأنه كان يتمنى منذ مدة اللاعب في الدور الإسباني وقد تحقق ذلك أما بلانت سبور فقد كتبت لما جاء على لسان صانع ألعاب المنتخب الوطني عبد المومن جابو الذي اعترف بأن المهمة سوف لن تكون سهلة أمام المنتخب الاتيوبي في المباراة الأولى من تصفيات الأمم الإفريقية 2015 بالمغرب لكن اللاعب أكد بأن الخضر سوف يعملون على تحقيق الفوز وأضاف جابو أن محاربو الصحراء متعودون على مثل هذه الأجواء بعد المشوار الذي أدوه في تصفيات كأس العالم 2014 حيث أوضح بأن صعوبة مباراة تيوبيا تكمن في كونها جاءت مع بداية الموسم ترجمة نانسي قنقر